بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكو والزولو تريد وكيفية المتاجرة عليه طيب طبعا انت شايف الصفقات العقمة 479 سالب لا دي كانت 1400 كانت 1400 باليورو انا بعتمد في الاستراتيجية ديت على ايه بعتمد عليها في عمل مراكز شرائية او بيعية سواء كان شرائية او بيع بس انا عامل المرا دي شرائية ليه عامل شرائية هتلاقيني عامل على اليورو استرالي واليورو نوزلندي والباوند استرالي والباوند نوزلندي طبعا هذه الازواج عنيفة في النزول او الصعود او من ثم افسدت التراجع اللي انا كنت عامله وزودت من التراجع بس ما فيش مشكلة انا عاوز ازود الارباح فعاوز اشتغل في الازواج ديت انا حابب الموضوع فاهم الفكرة طبعا الرصيد اصبح 8.314 فانت عمال بتزود في الرصيد عن طريق ايه عن طريق ايه الصفقات المتكررة تمام اللي انت ايه زي ما انت شايف تقفل على 10 نقاط تقفل على 11 نقطة تقفل على 7 نقاط ايه اللي حصل بقى هقولك كان في صفقات انا فتحها من الاول على الباوند نوزلندي وعكست عليا عكست عليا 225 بيب و23 و22 يعني كانت فضيحة من الاخر فانا انا افتحها بكام ب10 سنت الرصيد كان كام الارباح ثلاثة امتين ثلاثة امتين و1 تمام الارباح اهي ثلاثة امتين و1 فانا قلت ايه قلت طيب مقفل الصفقات ديت اللي هي ب10 سنت اهي تمام حتى هريح التابعين من رؤية هذه الصفقات السيئة للغاية تمام دي اول حاجة طيب افلتها على خسارة وصلت الرصيد دي كام ليه ثلاثة اربعة وعشرين يعني من ثلاثة امتين لثلاثة اربعة وعشرين يعني خسرت حوالي 176 يورو تمام روحت عملت مجموعة من الصفقات بس ايه زودت ايه اللوت بخمسين سنت بتبانين سنت بخمسين سنت اغلبهم بخمسين سنت وقعدتك اكسب بقى ايه 12 بيب 13 19 19 19 11 10 طبعا عمل شاك ومرهق لكن 35 وهكذا تمام لغاية ما وصلت الكام وصلت الى 3217 تمام يبقى قبل الخسار كنت 3000 وكام كنت 321 بعد الاستراتيجيات وصلت الايه ل3217 يبقى انا عوضت ايه عوضت الخسائر العائمة اللي انا قفلتها الخسائر اللي انا قفلتها دي كلها قدرت انا عوضها رجعت تاني بالرصيد زي ما انت شايف الى ايه الى 7874 كان وصل الى 6800 لان التراجع كان زي ما قلتلك كان وصل ل 1400 تمام فطبعا اخصب بقى 1400 من كان ساعتها ما كناش 8300 كان اقل تمام كان 800 تقريبا او 800 كمان تمام فانت وصلت ال 6700 وصلت ال 6800 فكان امر يعني سيء للغاية لكن خلي بالك التجربة دي بتقولك ايه تقولك لو انت واصك من تحليلك استمر فيه واحد ممكن يكون محلل ممتاز جدا لكن اول ما يحدث التراجعات تلاقيه بدأ يبقى فيه نوع من ايه اللي هو الصدمة الكهربائية اللي هو مش عارف هيعمل ايه لأ وانت داخل الصفقة اعرف تماما انه هو قد يحدث التراجع بس المهم انه يكون تراجع بسيط وتراجع تقدر تسيطر عليه لو انت داخل الصفقة وعندك احساس ان لأ ممكن يحدث تراجع بعيد عن السيطرة لا ما تدخلش وخلي بالك الصفقة الاولى هي التي تجر الصفقات الخاسرة يعني دي انا كنت بقولها على طول حتى قلناها في دورة برمجة عقل المتاجر في سوق الفوركس قلناها قلت لك الصفقة الاولى هي اللي هتجرك لباقي الخسائر انت فتحت صفقة فخسرت فعايز تعمل لها متوسط فخسر خسر هو كمان المتوسط الاول فهتعمل متوسط تاني هتعمل مضاعفات هتعمل مش عارف ايه هتعمل حاجات كتيرة جدا كل ده عشان ايه عشان الصفقة الاولى يا سيدي ما تقفلها اعمل لها ستوب 20 نقطة ولا 30 نقطة ولا ايا كان وخلاص انت ليه تجر نفسك لخسائر كبيرة الا في حالة تكوين مراكز شرائية او بايعية يبقى انت كده اه اقدر اخلي الصفقة الاولى علشان انا مقتنع بالصعود زي ما انا مقتنع بصعود اليورو استرالي واليورو نوزنلندي والباوند استرالي ولحتماني ==== مقتنع بصعود م Round 1 أو بالتالي عاديت تعمل ايه? فرقت وأيه ما بينهم طبعا زودت ثم فصلت بالأول الامر واحدة يعني الباوند النوزلندي كان الشرا فيه كبير للغاية وبعد جدا خلاص انا اخدت منه اللي انا عاوزه اقدر احتفظ بقى بايه بعض العقود فاهم الفكرة علشان ايه علشان ما جيش على الحساب يعني هو الحساب كده كتير قوي اللي انت تبقى فاتح بعقد ستندر فاصل 72 بس انا بلعب على ايه انا بلعب على ال point value او كلمة النقطة كلمة النقطة في الصفقات اللي انا داخلها هي كلمة ضعيفة يعني لما تيجي مثلا ايه سباب في المكسب او الخسارة طبعا يعني لما تيجي تخسر 178 نقطة فتلاقي نفسك خسران 10 يورو فاهم 109 722 810 يورو فبالتالي ايه 220 خسران 13 يورو تمام لكن انت مثلا في اليورو دولار كانت الخسارة هتكون اكبر لان ال point value عنده اعلى طيب تعال نروح للشارت انا دخلت الباوند نوزلندي واليورو نوزلندي بناء على ايه بناء على الماراسون السعودي الكبير جدا لنوزلندي دولار يعني شايفي نوزلندي دولار صاعد قد ايه بس انا مش باعته علشان هو صاعد كتير يعني مسألة اصله هو صاعد كتير اصله هو هبط كتير دي اساس الخسارة في اي سوق سواء سوق البورصات او سوق الفوركس لكن انا شفت ان هو خلاص يعني بيرقص رأس الموت كما يقولون تمام وخلي بالك بالمناسبة يعني هقولك على حاجة في النوزلندي دولار النوزلندي دولار في نظرية مهمة جدا وبيعملها بعض المتاجرين المحترفين بس هو بيحتاج يعني الى رأس مال يعني من خمس تلاف الى عشر تلاف دولار وبيوصل الخمس تلاف عشر تلاف دولار دولار بيوصلهم الى مئة الف دولار مئتين الف دولار بيعمل نظرية يعني بنسبة تسعة وتسعين في المئة بتنجح متخيل استراجية بسيطة جدا بييجي على الشهر يقولك والله هو الى انا عامل على سبعة تلاف وخمس ومية بيقولك والله النوزلندي اللي هو الدولار النوزلندي مقابل الدولار عمره ما جاب الواحد مقابل واحد يعني ايه يعني العشر تلاف نوط يعني انت لو بصيت كده هتلاقي ده على الشهر تمانية سبعمية تسع سبعين يعني معادل مثلا تمانية وتمانين في المئة من الدولار الامريكي تمام وهنا برضو هتلاقي برضو تمانية وتمانين في المئة تمنى تناف تمنمية فما بيوصلش الى تسعين في المئة يعني على مدى تاريخه ماوصلش للتسعين في المية فاصحاب نظرات يقولك إيه الله المخاطر المتوقعة إليه لإيه تسعين في المية المخاطر غير المتوقعة لإيه المية في المية اللي هو يبقى بقيمة الدولار فهو يعمل الرزق الخاص بي على المخاطر إيه غير المتوقعة وفي ناس بتعملها على المخاطر المتوقعة ما فيش أي مشكلة تمام هو ممكن لا يصل إلى إيه إلى الأاب التمانية تسعمية أو التمانية تبنمية ممكن ينزل من السبعة خمسمية ممكن ينزل من سبعة تبنمية في من الموضوع فصحاب نهد يربح يربح كتير طبعا يربح كتير يعني إنت لو بصيت هنا مثلا آآ أو هنا كانوا طبق آآ آآ لأ عزر هنا آآ 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 آآully هما ببدأوا يطبقوها من فوق السبعة خمسمية يعني من عند السبعة خمسمية يبدأ ايه يبيع وفي ناس ممكن تبيع من سبعة تلتمية مفيش اي مشكلة لكن من سبعة خمسمية بتبقى افضل بص طلع الهاي تمانية متين وهنا اللي كان كم كان اربعة تسعمية اقول خمس تلاف تمانية متين لخمس تلاف تلات تلاف ومتين فهو لو خد متوسط مثلا الفين بيب انت بتكلم الفين بيب متخيلها فدي طبعا بس ناس محترفة ناس محترفة وبتلعب على يعني اللي هو ما شبه مضمون يعني يقول لك الزوج ده خلاص هو في حياته على المستوى الشاري ما عملش الكلام ده بص هو على طول نازل امام الدولار ولما بيصعد بيكون بنسبة تسعين في المائة طيب ما نعمل الفكرة ديت بس ايه كل ما يصعد الى سبعة خمسمية سبعة وربعمية كل ما يكون افضل بالنسبة لي فيه ناس بقى تانية تدخل لك موضوع الهج يعني يقول لك ايه اه ممكن يعكس عليها خمسمية بيب فانا هدخل في الوسط الهج ويبقى ايه بحيث الهج يكون نص البيع يعني شراء بنص البيع بحيث يكون الرزق بسيط تمام وبيعرفوا يعملوها سواء كده او كده انت في الاخر بتربح ارباح اه هائلة انا حبيت اقول لك بس الفكرة ديت نرجع بقى للزولو قبل بنرجع للزولو عايز اقول لك السلوك السعر الخاص بيه الباوند الروزلندي لعني لما ييجي يصعد بتلاقيه ايه بيأكد لك ان هو ايه خلاص دي منطقة دعم يعني ايه بيقعد كده فترة طويلة على الاربع ساعات انا عامل الشرط على الاربع ساعات تمام اهو دي منطقة ايه دعم يعملها وبعد كده ايه روح صعد هنا يعملها وبعد كده يصعد طبعا هنا كان صعوده بسيط بس بيصعد اه يعني الصعود ده انت بتتكلم في اه 18 الف يعني بتتكلم في حوالي 120 بيب تمام فبرضه صعود معتبر تمام ده احنا ما حسبناش بقى الشام عادية تمام اه زي ما انت شايف هنا روح صعد تمام هنا واخدها مرة واحدة هنا برضو صعد هي برضو صعد وهكذا تمام ده ممكن تسميه سلوك سعري ممكن تتصيده يعني لما تشوف الكلام ده ممكن ساعتها تعمل خط كده بس المشكلة اللي هو بيغير يعني هيغير لك يعني ات العملات الدعمة هنا هتلاقيه ايه نزل اسفله تمام فانت بتعمل فلتر رقمي او فني زي ما انت بتشتغل اه بتعمل مناطق الشراء هنا تمام في الشامع دي عشان كده انا كنت بشتري في الشامع دي لو لاحظت انا كنت بشتري في الشامع دي الشامع دي كنت اعمال اكسف الشراء طبعا انا اعمال اكسف الشراء لو انت مش متأكد ومحترف زي ما قال الكتاب هتزعل واعصابك هتدعب شوف هو كام اربع ساعات انت شوفه على الشرط لكن على الحقيقة والواقع صعبة جدا صعبة لو واحد مشوش ويشوف بقى التليجرام والفيسبوك هتلاقي بقى واحد نزله شرط كده متعرفش نزله منين ويقول لك بص انا شايف الباوند نوزلاندي هينزل دلوقتي الفين نقطة فصاحبنا ده بص هتلاقيه على طول افل صفقاته على اخسارة فخلي بالك لازم تكون واصق من تحليلاتك ولازم تبقى عارف هل انا هعمل مراكز شرائية مضاربة ولا تكوين مراكز شرائية تكوين مراكز شرائية لازم تكون متأكد من الاتجاه خلي بالك من نقطة دي يعني مضاربة مفيش اي مشكلة ممكن تكون داخل عكس الاتجاه بس داخل تخطف عشر نقاط عشرين نقطة لكن لو داخل تكون مراكز شرائية او مراكز بيعية يبقى انت راجل بتلعب على الاتجاه تمام طبعا انا على الزلو تراجعت الى المركز رقم سبعين بعد طبعا سلسلة الخسائر العائمة وزيادة المخاطرة لكن مفيش اي مشكلة انت كل الحكاية انت عاوز تزود الرصيد فانت زودت الرصيد اه زودت الرصيد تمام ولما تتقفل هذه الصفقات هيكون الرصيد زاد المهم ان انت تصل مثلا من خمس تلاف دولار توصلهم مثلا الى خمسين الف دولار الى مئة الف دولار فهم الموضوع لكن تحاول طبعا طبعا 1400 يعني اقصى تراجع اصبح 1400 وهي اصبح 17% وبالتالي انا محتاج لانا اعمل ارباح عالية يعني انا محتاج اربعتاشر الف يعني انا محتاج على الاقل اربعتاشر الف يورو تحقيق ارباح فانت زودت على نفسي اعملية الارباح بس ما فيش اي مشكلة طالما ان طريقتك بتجيب طالما ان طريقتك مع الوقت تجيب وكمان بتدي نفسك اه سماحية اللي انت تقدر اه تشتغل بشكل افضل ومخاطرة عالية ما فيش اي مشكلة لان انت لو دخلت انا كانت فيه مشكلة بالنسبالي ايه هي لما كنت عامل اه بالرصيد اه طبعا كنرصيد 8000 وكنت عامل المخاطرة قليلة فاصبح الحسابات الصغيرة بتدخل معاك ليه هو شايفي نعكاس قليل فكده انت لو سبت الموضوع على كده ومشيت على نفس المنوال هتلاقي ايه كل الحسابات الصغيرة بتدخل معاك 400 دولار 500 دولار وبالتالي هيدوك اللي انت تشتغل ايه تشتغل ب اه برتم معين وبالتالي مش هتحقق ارباح اه الارباح هتكون جيدة بالنسبة للحسابات الصغيرة بس بالنسبة لحسابك مش هتكون جيدة يعني انت لما تربح مثلا 200 دولار اه هو جيد بالنسبة لواحد داخل معاك ب500 لكن مش جيد بالنسبة لانا ك8000 فاهم الموضوع فانا قلت لأ انا هزود الرزق الخاص بيا هزود اقصى تراجع ممكن اوصله لألفين دولار مفيش اي مشكلة بس عاوز اعمل مثلا اه عشرين الف دولار تلاتين الف دولار خمسين الف دولار فاهم الصفقات هي بدأت اه تربح او بدأتها لس لس اني اصبحتها ربعمية سبعة وتلاتين تمام طبعا فكرة الصفقات المفتوحة الكتيرة ديت خلي بالك انا بفتح كنت بفتح ببعشر سنت وهارجع تاني افتح ببعشر سنت وبعشرين سنت وبتلاتين سنت يعني فكرة الخمسين سنت دي برضو فكرة خاطئة ليه لان هي بتتسبب في وجود خسائر عائمة كبيرة فانا بالكتير اوي هخلي العقد الواحد يكون بتلاتين سنت ده اعلى حاجة هخلي بعشر سنت وبعشرين سنت كتير وبتلاتين سنت وهخلي الاجمالي الحصص هيكون عقد سطندر على الاقصر لان عقد سطندر واثنين وسبعين رغم ان انا داخل على ازواج يعني منخفضة بس برضو لازم اكون اكثر حرصا من ذلك انا كل الكلام ده بحكي معاك فيه علشان انت لما تيجي تعمل اكاونت تفهم هذه الاخطاء تبقى افضل من العبد لله يعني تبقى افضل من علي يوسف او غيره بس اعمل اسلوبك بتبقى افضل قد مrays قد خليبالك هو فيه منافسة وما أحد منافسة يعني اللي بيدخل معاك اا ممكن خلاص هو اكتفى بيك طالما اقتنع بيك التابع اللي هو بيدخل معاك اقتنع بيك خلاص بيكمل معاك تمام حتى لو كان ادائك انت بالنسبة الناس تهنية لا اقل من واحد تاني لا اتابع مالوش في الكلام ده هو عاوز طريقة بتعجبه وعاوز يشتغل فيها ولو هو فهم الطريقة هيدخل معك الصفقات يعني انا معايا مثلا الاخ الماليزي بيدخل معايا كل الصفقات ليه هو خلاص فهم الطريقة الخاصة بيه تمام وعلى فكرة كل الاكاونت هتلاقي معايا اخوة من ماليزيا بيدخلوا معايا كل الصفقات ليه خلاص هم فهموا الراجل ده شغال ازاي شغال باسدوب صفقات متكررة نجحة بنسبة جيدة وتاني حاجة اللي هو ايه بتعمل تكوين مراك الشرائية او بيعية وبالتالي خلاص هو مصدقك طالما صدقك وهيدخل معاك خلاص حتى لو شاف خسائر عائمة او عارف اللي انت هتقدر تسيطر عليها وهترجع الحساب مرة اخرى ارجو ان انا اكون وفقت في عرض هذه الافكار وبالتوفيق ان شاء الله لايك شير و تابعونا على التليجرام شكرا جزيلا شكرا جزيلا